خلص الاستشارات النيابية بعد طول انتظار لنتيجة كانت معروفة سلفا اول شي في واحد يعلق عليه الوقت السريع لها المرة يعني عادة كانت تاخد يومان بالحد الادنى نهار يعني المرة الظهريات كنا خلصنا لانه بتصور صار فيها عند اللاعبين الاساسيين بهذه القصة انه بالاخر الكتل النيابية اللا علاقة لها هي تلتزم وتمشي بقى التمثيلية تبع قصة انه التسمية والنواب والاستشارات خلصنا مننا يلا على السريع حتى هذا الحلو كمان بقصة النياب المبيجة بيبعث مكتوب ما بعرف هذا الشي يعني انتش بيفرج عن جدية هذا من ناحية الشكل فاذا ان الاجراءات الشكلية للاستشارات نيابية صارت بتشبه حقيقتها انه هي فولوكلور شكلي لشي متفق عليه سلفا قسمة الاسوات بين خمسة وستين صوت سمت سعد الحريري وثلاثة وخمسين ما سمت حدا وثمان ما اجوا مجموعا بيطلع مية وثمانة وعشرين صوت من اصل مية وثمانة وعشرين نايب لماذا؟ لان من شهران في تمان نواب استقاله بالدستور بعد استقالة النايب بخلال مهلة شهران تندعى الحقيقات الناخبة وتسير الانتخابات لاستبدالهم بقى نحن عم نعمل حال نعم نحترم الدستور وهولا التفاصيل تبع الاستشارات وكيفية تشكيل الحكومة وصلاحيات مين بالدستور شولا رئيس الجمهوري وشولا رئيس الحكومة كان بفيد نخفف شوية نفاق باهتمامنا بادي الدستور انه تمانوا وايب استقالوا مفروض يكون كان صار انتخابات على كل حال ما حدا مخشوش يعني بس الدستور يستحضر وقت واحد بده يستعملوا صلاحة تاني ويخالف الدستور مئات المرات بحجة الصراعات من بعض بس تالمجلس النيابي يرجع ينتخب حدا لان هلا مش وقت نجي نعمل اي خدمة غير محسوبة لحده غير معروف لانه معقول جماعة 14 يستفيدوا على حساب 8 صحيح معقول 8 يعملوا مفاجأة ببعض المناطق ويربحوا 14 اغلب 8 نواب اللي استقالوا اما مستقلين اما اقرب الـ 14 ومع اول يجي غير متوقع غير معروف للساعة يكون حدا من المعارضة مستقل عن اثنان يعمل نتيجة افضل بقى مش مفروض نعمل شي منه بالعودة للاستشارات اذا 65 صوت للحريري اصوات اجت من المحل المعروفة بس اول مؤشر لتخبط الكتل النيابي القوى السياسية بما توسله عن نفسها ككتل نيابي لان اخر شي هي فعليا 6-7 اشخاص اللي حاكمين فعليين ولكن قدرتهم على التحكم بالكتل النيابيه بلش تبين فيها نوع من التفتوت شوفنا بكتلة المستقبل عن جديد قصة محادل مشنوق شوفنا عن القوات اللبنانية تالوزيان اللي ما بيمشي برأي الكتلة اللي هيكلها 15 شخص فصاروا غلاق 14 بما انه قال النايب جورج عدوان انه اللي ما بيلتزم بعرارة الكتلة بيكون خرج من الكتلة اذا المقصة واحد هلا كتلة التيار الوطني الحر يعني غير الثلاثة اللي فلوا منها قبل الظاهر ونعمة فرام وشامل روكوز اليوم ارسلان والتاشناغ اتنيناتهم كمان صوتوا مع الحريري فصارة كتلة التيار هي عشرين صوت والفرزلي طبعا كمان صوت للحريري الاومة اللي ايادة الحزب قالت انه هي منة مع تسمية الحريري راح الكتلة سمت الحريري كمان في رئيسان داخلي اما الباقي فبعده على وضعه بهيدا الجو تضادوا عند القوى السياسية باخذ اي خيار لانه بعتقد عند الاغلب مش عند الكل عند الاغلب الخيارات كلها محفوفة بالمخاطر وانه مش عارفين شو هنعمل وانطين شو بدو يصير للمنطقة بقى اذا منمشي بساعد الحريري يمكن عم نحمل حالنا التزام ما بدنا يبعد فترة قصيرة واذا ما مشينا بساعد الحريري يمكن عم نفتعل مشكل ما يكون بدنا يبعد فترة قريبة بقى شو افضل شي نعملو اللي بدو يبعد اشارات ايجابية سامة الحريري وثلاثة رباعة يعني معروفة على الحسابات شو هي بين تحديدا نبيه بري ووليد جملاط اكيد حتى المستقبل رايح اعطي اصراته اللي هن من مصلحته يصير في اكبر قدر من التوازن بين جماعة 8 وجماعة 14 اللي يضلوا عم يشتغلوا على اثنان وبان اثنان بموقع دايما التوازن بيفيدهم اذا كسر التوازن بروح دورهم من هيد المنظومة خاصة انو نحنا هلا رايحين على فترة هايك انتقالية لطبيعة النظام وشكله السياسي ربطا بشو عم بصير بمحيطنا ودوليا افضل شي نحنا نكون بهالموقع بهالمرحلة الانتقالية كمان مفهوم اكيد سعد الحريري في الفترة بيجسع سعيه للعودة رئاسة الحكومة لانه من هيدا الموقع كمان بيتحسن موقعه بهيد الفترة الانتقالية بما يستطيع ان يضع من شروط داخلية عم نحكي وبما لديه من قدرة على العرق الي حتى الطيار الوطني الحر هو اكتر شي بالمحل اللي غير مفيد بس غين نحكي عنه بعض حزب الله لان حزب الله هو يمكن يكون هون الاساس اكتر لانه حزب الله عنده هيد السياسة انه هو ولا مرة يسمي سعد الحريري بس ولا مرة يجا سعد الحريري من دول رضا حزب الله بس هيدا الموقف بعتقد هو الحفاظ على النازحة الشكلية يعني انه نحنا ما نمشي بسعد الحريري بس فعليا كلنا عارفين انه هن كانوا مرحبين ومشجعين على عودة الحريري من سنط الماضي مش من هلق وهي بتصريح طالعة منهم بقى ما بسمي سعد الحريري هيك بيحفظ لحاله المسافة اذا استدعى الظرف المقبل انه سعد الحريري يكون جزء من الحل المقبول فليكن نحنا منكون ما عسرنا له هالمسجي اذا لا ساعة ما نحنا اصلا ما سميناه فنعترض عليه ونصير الشروط بتأليف الحكومة هي السبب اللي من خلالها منرجع منلتف على تكليفه من الاساس التيار الوطن هو اكتر واحد يعني الخاسر الاكبر لانه فعليا ما كان بده سعد الحريري على القليل ما كان بده سعد الحريري تحت شروط انه حكومة اختصاصيين كان هون كلمة اختصاصيين بتضحك ما في اختصاصيين على الحل يعني ما في واحد بيجي اختصاصي هيك بس يعني بيختص كل واحد في حدا عم بيسميه وهذا المدخل اللي الكل خاصة بتمانه ادار هلا رح يفوتوا عليه انه عراسنا نحنا مع الاختصاصيين كانو قال سعد الحريري بالكلمة من بعد تكليفه انه سيرقص حكومة اختصاصيين هيك شدد عليها وانه عظيم ممتاز نحنا معكم الاختصاصيين بس مين بده سميهم هولي عنا نحنا اختصاصيين كمان ومنون حزبيين وواضحة هيدا الالعاب اللي الى فترة تمارس يعني على القديل سنة منها فهي ما بتحل المشكل انش اذا نسألنا على هيدا عنوان هيدا عنوان بيحل شيء ما بيحل شيء بما انه الطيار هو اللي ما تدوس على الحريري من الاساس لا اختصاصيين ولا غير اختصاصيين نتيج المشكل مناشئ بيناتهم على تحميل المسئوليات مين عرق المين ومين تسبب بوصول البلد اللي ما نحن عليه رئيس الكتلة جبران بسيل بيمرق جملة بما معناها بتحضر لمعارك التأليف انو احنا ما رح نسمي سعد الحريري لان كان بدنا اختصاصي يرقص حكومة اختصاصيين بتضحك هالكلمة كمان لانه منصب رئاسة الحكومة شوف شو اختصاصه يعني شو بيكون اختصاصه يعني منها مثل واحد بيقول انو بوزات الصحة هيتلنشيب حكيم انا مني مع المنطق كله بس خيام افترض هايك ايه رئيس الحكومة شو بتجيب واحد بيشتغل سياسي يعني شو اختصاصيين بشو عظيم على الرغم من هالنقطة بيقول انو نحنا كم نفضل اختصاصيين بكم كلها ولكن بموضوع مش ان هيك ما سمينا سعد الحريري ولكن موضوع تأليف الحكومة رح ننطر ونشوف كيف بده تتألف الحكومة واذا تألفت عمعيار موحد ده ده اللي بهمنا نحنا يكون في معيار موحد من حد ما وقفنا منا وقفنا منا يعني المشاركة ام عدم المشاركة طيب شو هو المعيار الموحد يعني شو عم نلمح هون عم نلمح هون وقتين قال معيار الموحد يعني اذا ممنوع ولا كتلة تسمي ولا وزير اوكي تسري علينا نحنا ما نسمي ولا وزير بس اذا في اي كتلة بده تسمي وزير ممكن اختصاصي وغير حزبي بغض نظر اذا سمي وزير نحنا بقى نسمي وزير اذا هالجملة عم تحضر للمعركة الجاي لان كله بيعرف ان الموضوع الحصة بين المزدوجين الشيعية اللي فعليا حصة حزب الله حركة امل مش حصة شيعية حصتهم رح تقطع عبرهم وهذا كان الجو باخر ايام مصطفى قديب عم نصال لهون لما عرفتنا انه صنائي الحزب الحركة باقي عند هيدا عند هالنقطة باقي جامد عند هالنقطة جبران بيصير عم بيحضر للمعركة الجاي لقول بما انه سمه يعني بصير السؤال الو حق ولا مالو حق اكيد الو حق الو حق بالمنطق القائم اللي هو ما ممكن يوصلنا لشيء ايجابي هلا ما قلو حق بالمنطق انه اذا انت اليوم بدك تحدد موافك من الحكومة مش مفروض تشوف غيري شو عم يعمل تشوف انا شو عم بعمل الا اذا كان واحد عم بيدير عينه عم مصلحته هون حقه اوكي لازم الناس تعرف هالمصلحتها بقى بالحالتين اللي جايين على فترة تشكيل حكومة غير سهلة اللي بيأثر على مداها وصعوبتها هو الضغوط الخارجية واتضاح المسار الخارجي اذا كان توافقي ام غير توافقي ساعة منسمع في اشارات من الامريكيين وبومبيو ايجيبيين وامريكا بده تساعد وكذا وساعة نسمع ان الفرنسيين هن اللي عملوا صلصة اتصالات ضغط انه خلوا هالاستشارات ما تتأجل بعض ومشو بساعد الحريري ومنحاول تسهيل العرائيل ولكن الاغلب انه مثل ما حكينا مبارح انه الجميع بانتظار الانتخابات الامريكية وما حدا مستعدي راهن باي التزام يعطيه بشيء اثار طويلة المدى بعيدة المدى من دون ما تكون واضحة الصورة الاقليمية اذا نحن بها المحل هلا في شيء لافت كمان وهذا الدليل على انه الكل عم جرب يكسب الوقت انه الكل اللي مبادون ساعد الحريري راحوا ما ساموا حدا يعني هيدا اجراء عن جد اختراع لبناني بكيفية ادارة الديمقراطية البرلمانية يعني في مجلس نواب مفروض ينقي رئيس حكومة يعني هو مصدر السلطة الفعالية شرعية السلطة انت ضد الحريري مفروض تكون مع حدا انك ما تسمى حدا هيدا تزاكي هيدا ما بدك تقطع الحبل مع الحريري وفعاليا مع اللي ورا الحريري وفعاليا مع اللي ورا الحريري بنظرك اكين الفرنسي ولا الامريكي فاذا انت ما بتروح معطرد على الحريري بتروح هيك تسجل تحفظ انه انت بتكون تحكوا معي ما فيكن تتصرفوا هيك وقال له شو يعني ما بسمى حدا اذا انت ضد الحريري يعني مفروض تكون معا شي كمان مش بس ضد الحريري انت حاسب سياسة مفروض تكون فيه مرشح ببالك بتعمل معركة بتخسرها بالأصوات فليكن هالحياة السياسية الطبيعية بتخسر وبتربح بس اللي دايما بتضيير بط مصالحه مع الربحان اذا بشوف الحريري ربحان لا لا شو نقعد نفوت بمشكل معه بانه نعطي شرعية لمرشح غيره يبلش ينقذ منا سعد الحريري اللي بعدين تخلق فطور بالعلاقة ما اقول تأسل على طبيعة التفاوض على تقليف الحكومة لا شو ما احنا بدنا نمشي بسعد الحريري بس عم نسمى بسعد الحريري انو لا مش بها السهولة فهيدا اجراء لبناني يعني هيك اختراع بشأن لنطعج الديمقراطية ليصير الشكل الديمقراطي هو استهزاء بروحية الديمقراطية الحقيقية بس بيدحك مش نيك بنختصر الاستشارات بلا ما نطولها الان ما حدق ابدا جد وقصة حكومة بمهلة ستة شهر قال كمان وزير جبران بسيل انو نحنا اللي متفقين عليه مع الفرنسوية انو هيدا حكومة مهمة لستة شهر اول شي شو الضمانة بانو بتكون لستة شهر ما في شي منو هيدا هيدا خارج عن نص الانون لبل يكون اعتداء على الدستور نفسه اللي بيعطي شرعية وسيادة المجلس نيابي على نفسه ما فيهم زعمة يروحوا يتفقوا مع جهة خارجية ويفرضوا على النواب وشفنا انو الكتل بتقولوا انو بقم عني اوكي زعمة بس ما هني عندهم اكتر ايه بالمجلس اذا اتفقوا من بعضها بيكون مجلس هاك طيب وبركي في نواب غيروا رأيهم ما عم نشوف هلأ في نواب عم تغير رأيهم باركي بكرا قصموا ثمانة واربعتاش على بعضهم مين بيكون مع وحق نحنا ملتزمين ستة شهر وبركي يطور اكتر من ستة شهر مين في يعطي هالالتزام قبل بوقت وستة شهر ببلد مثل لبنان بمنطقة مثل هالمنطقة ما بنعرف نحنا بعد شهر شو ما اقول يصير بعد ستة شهر مين في حدا بيضمن طيب غير شغلة اللي بيعطي حكومة مهمة يعني عندها مهمات محددة بتخلصوا المتفلع بيتها اللي بيعطي حكومة مهمة مهلة ستة شهر مفروض يكون جاي من حل متفق عليه يعني وقتا نقول ستة شهر ستة شهر في سبب لأن احنا بأزمة اقتصادية بدنا نعمل هالإصلاح وهالإصلاح والإصلاح مفروض هاي بيكون طيب نحنا وقتا من الاتفاق مع الفرنسيين لليوم رح يصير قاطع شهران وهلق لتشكيل الحكومة لتقليفة يعني اذا كنا جد متفقلين رح نقول بعد شهران ما هي مهلة ستة شهر لهوس مش انه اي ستة شهر بعد سنة تجي حكومة ستة شهر بقى نحن الحكومات عادنا بردنان باستثناءات كتير محددة لظروف سيسية كتير محددة كان معدل تقليفة ياخد تقريبا بالستة شهر بين الخمسة للسبعة شهر معدل العام يعني عم نحكي بعد الالفين وخمسة شو يعني حكومة مهمة بستة شهر وهي يمكن تخذها ستة شهر لتقلب كمان ما في جواب لأن كل ما عنده جواب مش انهاك كل حذر من تسمية الحرير وكيف نتصرف مع المرحلة القادمة هيدا كله بالشق تقليف الحكومة كلمة اخيرة عن اللي عم بصير بالتزامن مع تسمية الحريري واليوم تكليفه بسعر الصرف انه فجأة صار سعر الصرف نزل يعني نزله 1000 ليرة باخر 45 ايام هلأ المضحك بهذا الشي انه بدون يحاولوا يحولنا انه يابا السوق اللبناني اللبنانيين هيك حصوا ذي راحة فخف الطلب على الدولار شو هاد طقل حناك المضحك يعني اول شي كل اللي عم بيسموا الحريري عم بيقولوا انه تقليف حكومته محفوفة بمخاطر فانا بفهم هيدا الرياكشن يصير على تقليف الحكومة انه شكله انتفقوا الكوة السياسية طلعت هالحكومة قد يرتاح هيدا الزلمة انه هاد شكله منيحه لشو نشتي دولار على السعر العالي بيكون ديوتا بيكون ديوتا حكما لان ما في طلب كتير على الدولار ولكن انه سمينا سعاد الحريري ارتاح ارتاح اللبنانيين طب ما نحنا نعرف انه على القليلة يعني على القليلة مقصوم البلد نص بنص مستما نقول انه ونكسام بعض اعمق بيقول انه كل هالصورة سي سي صار بالدولار خلص نص بنص ما في نص اللبنانيين مفروض يخافوا من مسجد سعاد الحريري ما بيقسر هيدا على السوق مش ما اقول مسان يجي يطلبوا دولار اكتر لانه خايفين من عودة سعاد الحريري ما في ناس ضدوا نعرف البلد مقصوم كيف هو مقصوم انه قال سمينا سعاد الحرير ارتاح السوق ثانيا كيف فيه ارتاح السوق بالحياة الحقيقية يعني بالحياة الحقيقية الناس تطلب دولارات بيشح الدولار بيغلى سعره بيصير فيه عرض دولار كتير بيصير فيه دولار كتير في البلد بينزل سعره تم رياض سلامة عم بيخبرنا بعد معه لآخر السنة اما لشهر واحد اما اول شهر اثنان من سنة الجه بيخلص الاحتياطة تبعه وبطل فيه دعم عالسلع والبلد فعليا بعد نوصل لا تفهم مع صندوق نقد ولا اجا متغير دولة ولا اقليمة ولا شي قدر يدخلنا اي مدخول من هالدولارات فجأة ارتاح السوق يعني كيف شو عجيبة بقى هون نصيحة كل واحد حر بحياته اذا في ناس مرتاحة نفسيا ايالهم عقباننا ما يتسرعوا العالم اذا واحد يبقلوا ابو الف الفين دولار بالبيت يروح يبيعهم على توقع ان هو نخسر ايمتهم بكرة يرجعين زال هيدا تدخل بالسوق لان السوق اللبناني كتير صغير اذا حدا بيكب ثلاث اربع مليين دولار بالسوق اليوم بيقدر ينزل سعر الصرف هيدا تدخل اصطناعي بالسوق من قوى سياسية محلية لمحاولة الايحاء والضغط على القوى التانية من خلال هلا تسريع مساء تأليف الحكومة انه كان عم ببلش يرتاح الوضع بمجرد تسمية اسم سعد الحريري ولكن هو عم يعرقل الحكومة ولكن ليلا كيف عم ترجع تطلع طف نيسان تبهو منا ما الا اي قاعدة علمية الا تؤكد على انه مصطنع لانه السوق اللبناني صغير ويمكن التحكم في بريحة